السلام اليوم الاثنين بياطر من 21 دائرة ببتنة كميات اللقاح المضاد لطعون المشترات الصغيرة والمقدرة ب250 ألف جرعة كدفعة أولى وقد أكد المختصون تمكنهم من تحديد بؤر مرض طعون المشترات الصغيرة وبؤر مرض الحم القلعية سعيد حريقة رصد لنا التالي كمية اللقاح ضد طعون المشترات الصغيرة التي تقدر بالنسبة للولاية ب250 ألف جرعة هذا الكمية هذا التوزيع هذا رح يمس إن شاء الله كل دوائر وكل بلديات ما عدا البلديات تكون تعرف الأحوال الجوية اليومين هذا إلا البلديات والدوائر اللي يصعب فيها تنقل رح تبقى الكمية متاحة محفوظة إلى حالة تحسن الأحوال الجوية الحمى القلعية موجودة عبر حوالي كل بلديات ولكن طعون المشترات الصغيرة متواجد حاليا حسب النتائج التحليل في ثماني بلديات ترجمة نانسي قنقر